هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية مواصلة الجهود لتيسير وتحفيز الاستثمار لسيامة في المناطق الصناعية في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع وخلال اجتماعين لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية أشار مدبولي لوجود مقترحات وطلبات من عدد من المستثمرين تتمثل في زيادة النسبة البنائية وزيادة الارتفاعات والتوسع في أراضي المطور الصناعية ووجه مدبولي بالعمل على دراسة هذه الطلبات هذا وكلف رئيس الوزراء رئيس هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاعلان عن كل قواعد واشتراطات البناء وما يخص طلبات الارتفاعات وغيرها في المناطق الصناعية